في خطبات لتحسين الأداء التعليمي بالمملكة وإنزال المعلمين بالمراتب التي يستحقونها حسب إمكاناتهم وتحفيزهم لتعليم النشء الذي سيقود دفة التنمية في المملكة بالمستقبل وضمن خطط المملكة لتحسين المنظومة التعليمية أعلنت وزارة التعليم الانتهاء من تسكين أكثر من 520 ألفا من شاغل الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد كما تحت الوزارة لشاغلي الوظائف التعليمية الاستألام عن حالتهم الوظيفية من خلال نظام فارس بعد إنهاء عمليات التسكين على اللائحة الجديدة والتواصل مع الوزارة في حالة وجود أي ملاحظات على حالة الموظف وضمن عملية تحسين التعليم والاستفادة من التجربة التي مرت بها المملكة خلال أزمة كورونا وللحد منها وبعد تأكيد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على أن التعليم عن بعد قد يكون توجها لاستمراره حتى بعد أزمة كورونا مؤكدا أن هناك ثلاث خطط لبداية العام الدراسي القادم وأوضح آل الشيخ أن الخطط ستكون إما بتخفيف الكثافة الطلابية 50% أو تباين واختلاف الوضع من منطقة إلى أخرى أو عودة الأمور بذات الكثافة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية توجهات مستمرة لتحسين العملية التعليمية والاستفادة من التجارب لشحذ الهمم والعمل على تحسين المنظومة الأهم في مستقبل البلاد ترجمة نانسي قنقر